أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذا الموجة الأخباري أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها حققت إرادات بقيمة 50.525 مليون دولار أمريكي فقط من النفط الخام والغازي والمكثفات عن شهر إبريل مسجلة بذلك تراجعا حادا برغى حوالي 97% مقارنة بما تم تحقيقه في إبريل 2019 كما سجلت قيمة المنتجات النفطية صفرا للشهر الثاني على التواري مرجعة هذا التدني إلى تواصل أقفالات الحقول والمصافي النفطية والوحدات الانتاجية وسجلت معادلات أنتاج الغاز الطبيعي هي الأخرى انخفاضا في إبريل بسبب أقفال صمام سيدي السايح ما كبد الخزانة العامة تكاليفة إضافية لتأمين الوقود البديل لتشغيل محطات توليد الطاقة الكاروبية نشرت وزارة المالية بحكومة الوثاق الوطني نشرة متابعة للإرادات والنفقات العامة منذ بداية العام الحالي وإلى غاية موفى إبريل الماضي ورجاء فيها أن الإرادات النفطية حققت 1.9 مليون دينار وحققت إجمال الإرادات النفطية والسيادية 2.6 مليون دينار في حين بلغ الانفاق الخاص بالباب الأول 101% ونفقات الباب الرابع 113% نشرت الخارجية التركية خارطة الحدود البحرية بناء على الاتفاقية البحرية المواقعة مع حكومة الوثاق لتفاصيل مناطق التنقيب الجديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط بعد طلب شركة البترولي التركية ترخيص التنقيب في المنطقة وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أن حكومة التنقيب الجديدة تقع ضمن حدود الجرف القري الذي تم أبلاغ الأمم المتحدة بها فيروس كورونا وأليات منع انتشاره مثل منضوع اجتماع ضم عمداء بلديات رقدالين زوارة المنشية زلط وجميل حيث أكد الحاضرون على ضرورة التنسيق فيما بينهم وتوحيد الجهود لبحاربة الجائحة العالمية التقرير كالي يستعرض المزيد من التفاصيل تواصل جائحة كورونا تصدر اهتمامات الصورة الرسمية وجده لأعمال المسؤولين في مختلف المدن الليبيتي حيث عقد أبس ببلديات رقدالين اجتماع ضم عمداء بلديات ورؤساء نيابات ومدراء مديريات الأمن ومدراء الحرس البلدي ومسؤولين في الليجنة الطبية لمكافحة فيروس كورونا في كل من بلديات رقدالين زوارة المنشية زلطن وجميل وكانت اللي خالي كل بلديات اللي هي كل من زوارة زلطن جميل منشية رقدالين وكان الاجتماع بناء انما هذه الدولة اللي تكاثف الناس على بعضها لان هذا عدو مشترك ما يرحمها دي لا في زلطن لا في زوارة لا في ردالين لا في جميل لا في منشية نحن وصلنا للنقاط اللي هي عمية تدليل الصعاب وبهي تاريخة نحن نتكاثف واللي بدنا نطرع للوزارات فوق كان نحكي الواقع بك عمدة بلديات وحنكون عند حصنا جمهيرنا على كل حال ونتمنى للناس أن اللي سألهم حيتكرر بالسمرار حتى أن نقضى على كل الخلافات عطمة بيننا ونحن على وناك عمية بلدية وأهلي في زلطن أنا تم سعدات لخدمة هذه الجمهير وتناول الاجتماع آيليات التنسيق وتوحيد الجهود بين هذه البلديات فيما يخص الوقاية من جائحة كورونا والعمل على مساعدة ودعم الجهيد ذات الاختصاص في هذا المجيل من الجهيد الأمنية والصحية والحث على تدفيذ خطة عمل مشتركة كما أكد الحاضرون في الاجتماع على ضرورة فرض حضر تجول كما جاء في قرار المجلس الرئاسي من جهة وتفعيل البوابة الأمنية والصحية ووضع خطة واضحة للعزل والكشف الصحي وذلك نظرا لما تشهد جائحة كورونا من تطور سريع في الانتشار إضافة إلى العمل على تشكيل لجان أمنية وصحية مشتركة تهدف إلى حماية المنطقة بصفة عامة وإنشاء بوابة أمنية محيطة بالمنطقة ومنع القادمين من الخارج الدخول إلى هذه المدن إلا بإجراءات وتصريحات خاصة من اليوم إن شاء الله يصبح العمل لحيز التنفيذ من خلال حضر التجوان من خلال غلق المناطق الحدود الخارجية لهذه المناطق سواء كانت الحدود مع تونس أو الحدود الجنوبية لأنها منطقة شاسعة أو صحراوية قد تعرض لمحة تسدل أو غيرها فتوحد الجهود بالكامل والعمل أن سيبدأ بإذن الله نصيحة ودعوة لكلها أنهم متساكنين هذه البلديات الالتزام والالتزام استعدادات على قدم الوسيق وإجراءات جديدة تتخذها في كل مرة البلديات توقيا من فيروس كورونا افتتح تحت إشراف الفريق الطبي القادم من العاصمة رابلوس أول مركز للكشف المبكر عن فيروس كورونا بمدينة ثبهة بمقر المجمع الصحي بمنطقة الجرد وبدأ في استقبال عشرات الراغبين في إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامتهم وسلامة أسرهم فني مختبرات بالمركز والمزيد من التفاصيل طبعا يتم الدخول المريض إلى المجمع بطريقة سلسة التي يتم تعقيم اليدين ويربس الفيس فاسك ويتم الجلوس على الكرسي أمام الدكتور ويتم الدكتور أخذ منه الهستوري طبعا يعني وعلى تدير على تدور الهستوري هل يتم المريض استجابة لنوع ما تحليل وعلى تدور تحليل نشوفه التحليلات باقي اللينفوسايد والفريتين وعلى تدور تحليل هل ننصر المريض يمشي نرفعه للسي تي عن ضوط سي تي نشوفه له المريض عند لديه الفيروس الساعة الآن العمل مبدئيا مبدئيا نحن نفتحه من التاسعة صباحا للعاشرة مسائل لطلة الأطباء تمكن فريق بمركز سبه الطبي من النجاح في القيام بعملية استعجالية لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد وتم تجهيز غرفة عمليات بمبنى العيادات الخارجية في ظرف 24 ساعة ونفى الفريق أن تسبب العملية عدوى بالنسبة لبقية الموجودين في المركز مؤكدين أن غرفة العمليات التي تم تجهيزها بعيدة عن بقية الأقسام وتم تعقيمها وقبل أن نختم هذا الموجز إليكم لمحة عن الأسعار المتداولة اليوم للمواد الغذائية ومواد البناء والعملات إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا الموجز الاخذاري شكرا لكم على حسن المتابعات دون فطر عاية ذا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر